السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد كنتمنى يلقاكم باخر و الاخير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم سر نجاح الكيك فران الضو اتماط تلبية لطلب بعض الاخوات في الفيديو طياب الخبز فران الضو اتماط اليوم سنشارك معكم جميع الاسرار فتابعوا معي الفيديو للاخير و فرجة ممتعة هنا اول مرحلة سنبدو بالكيك في المقادير سنحتاج ربعات البيضات ياغورت بنكهة الموز اه كاس الا ربع ديل الزيت اه كاس ديل سكر سانيدة او سكر حبيبات رشة ديل الملح و اه الدقيق حسب الخاليط غادي نحتاج جوج اكياس ديل خميرة للحلويات اه تمانية جرام في كل كيس و كيس سكر بنكهة الفانيلا بالنسبة للمول فغادي نديل كيكة في هاد المول هادا القياس ديلو ستة وعشرين سنتيمتر في القطر ديلو هندهنتو بالزبدة ورشيتو بالدقيقي لك الحال سخون ووضعوه في الثلاجة بالنسبة لي الحال برد فغادي نوضعوه غير جانبا وغادي نبدأ نحضر اه في الكيك هنا غادي نوضع في البول اربعة ديل البيضات من الاحسن يكونوا بدرجة حرارة المطبخ بالنسبة للبيض فانا استعملت ربعة ممكن في هاد المول هادا تديرو حتى خمسة ديل البيضات وغادي نزيد قبصة ديل ملح لتعديل ضوك وكاس ديل السكر وغادي نخدم الكل بالطراب الكهربائي الى ما توفرش عندكم ممكن غير بالخلاط اليداوي ولكن تخدموه مزيان مزيان البيض مع السكر لان هاد المرحلة مهمة في نجاح الكيك ضروري ما ينساجمو ويتبدل اللون ديل البيض واحد شوية كيما تلاحظو معايا وبعد ما نساجمو لي هادوك المكونات غادي نضيف الزيت تدريجيا وكنستمر في الخلط حتى ندمجو لي هاد المكونات بشكل جيد بهذ الشكل سافيت انا غادي نستمر حتى غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان وغادي نضيف بقية المكونات غادي نضيف كيس سكر بنكهة الفانيلا ممكن تنسلمو بقشور ديل حامض او لابقشور ديل برتقال او للي بغيتو وهنا غادي نضيف بنكهة الموز ممكن بنكهة الفانيلا وممكن كاس ديل الحليب نفضل ياغورت بنكهة الموز كي يجيزوين فيها وكذلك الريحة ديالها كتجيزوين بزاف هنا غادي نستمر في الخلط حتى كينسجمو لي هذوك العناصر كاملين وغادي مدى ننظيف الدقيق تدريجيا وانا كنغربلوه ضروري نغربلوه باش كتجينا الكيكة خفيفة وكذلك إلا كانت شي حاجة يعني في الدقيق فكنغربلوها وكذلك نحيضو هذوك التكتولات والحبيبات ديال الدقيق سافيو كنستمر بهالطريقة حتى كنحصل على القوام المطلوب ديال الكيك ما يكونش تقيل بزاف وما يكونش خفيف باش مكتهبط لنا الكيكة وما يكونش تقيل باش مكتجيناش مدقصة سافي هنا كنستمر كما تلاحظوا معايا فالقوام ما زال خفيف ديال الخالط حتى كنحصل على القوام يعني المطلوب وكانستعمر بهال الشكل هذا فأنا كملت بالخلط الكهربائي ممكن في المرحلة تكملوا فقط بالخلط اليدوي حتى كنحصل على الكيك أو قوام ديال خالط الكيك بهال الشكل هدا يعني تيكون مخفيف ما تقيل وفي اخر مرحلة كنزيد جوج اكياس دي الخميرة الحلويات كلها كيس في 8 جرام في المجموع 16 جرام كنخليها في اخر مرحلة باش كيبقى المفعول ديالها وكيجينا هذك الكيك يعني منتخي منتفخ عفوا والحجم دياله مضاعف سافي هنا كنحركها بهذا الشكل هدا عاد كنخدم الخلاط باش ما كتطيرش ليا هذك الخميرة الحلويات سافي هدواء الخالد كنحصل عليه بهذا الشكل هدا مباشرة غدي ناخد هذك المول اللي سبق لي وضهنته بالزبدة ورشيته بالدقيق وكنخوي في هذ الخالط هذا من الاحسن نهزو يدينا الفوق شوية باش كندخله الهواء في الكيك وكيجي يعني مفشفش وكيجي مهوي من الداخل وقبل ما ندخله الفران كندرب شوية المول مع سطح العمل باش كيتحيدوا منه هذك الفقاعات سافي وكندخله الفران لتيكون يعني بارد ماشي مسخن مسبقا حتى كندخل فيه الكيك هاد كنشعلو هناك ما غتلاحظو معايا غدي نوضع المول في الجانب الايمن ديال الفران لانه الداخل في الجانب الايسر تيكون سخون بزاف فمل احسن باش ما يتحرقش لينا من واحد الجانب ويبقى يعني ما طيبش مزيان من واحد الجانب كنوضعو في هات الجيهة هذي في الدرجة اللي اولا كما تشوفو معايا واضع الشبكة فوق هذيك الدرجة يعني من فوقها ماشي من وسط السكة هنتو ما غيتلاحظو معايا وبالنسبة الفران كنشعلو المدة كندير ربعين دقيقة وبالنسبة الحرارة فكيكون هذيك السهم نازل هات الجيهة تكون ما بين 160 حتى 170 يعني ما واصلاش 180 والفران كنشعلو غير من التحت الحرارة كتكون غير من التحت بعد الشكل هذي كما تشوفو معايا شعلت هذيك اللاور يعني التحت صافي وبالنسبة الفرفارة فممكن تدروها يعني كنحس انها ما كتشكلش شي فرق في الكيك فممكن تدروها ممكن ما تدروهاش بالنسبة لي هنا مدرتهاش صافي وكن نخلي هذ الكيك يطيب على خاطره كيما تشوفو معايا هنا بالنسبة لواحد تعليق كذلك جاني في الفيديو ديال طياب الخبز فران طوئتي ماط ان الكيك يجي مايل واش الفران مايل ماشي الفران لي مايل شي مرة المطبخ الارضية ديالو كتكون مايلة وبالتالي حتى الفران كيميل كنصحكم بهذا الحيلة هذي دائما كان دير راحة انا عندي هذي المشكيل كان دير لي من هذي جيها فورشيت او لمع القا كان كيلي بيها وكان قد بيها هذك المول باش مكتجيش الكيك يعني مايلة او لعوجة من واحد الجيها وجيها اللا صافي وكنصد عليه وكنخليه طيب حتى كيتنفخ وكيتضاعف الحجم ديالو عاد كنشعر عليه من الفوق باش كيتحمر واحد شوية فهد المرحلة هذي لابا ليكم تحمر من جيها وجيها اللا ممكن تدورو المول حتى كي ياخدوا واحد لون ذهبي ومستوي هذي بي كي طيب ما كان خرجوش مباشرة كيما تشوفو معايا كندير ذاك الفران ديالي بجي zijn ال Control وكنخليه واحد اربعات دقيق ثلاثة دقيق عاد كنخرجوه كي ما تشوفو معايا كندير لي هاد الحركه بهد الشكل هدا باش كيتحيود لي من المول بكل سهولة سفي هو كاني جيب واحد تبصيل ديال اللا التقديم باش غادي انقلبو فيه يعني مباشرة من اللي نخرجوه من الفران لانقلبوه ما نخلوه شباش ما يعرقش وتلصق لنا هذيك القشرة في المول هنا كما تشوفوا معايا را ما كتبقاش لاسقا نهائيا كيبقى المول نقي وهذاك الكيك كما تشوفوا معايا را كيجي طايب نفس اللون يلا تبعتوا ذيك الفكرة ديال انكم توضعوه في الجانب الايمن را كيجي كله محمر نفس الدرجة ما كتجيش بلاسة يعني غامقة و بلاسة فاتحة عكس الى وضعتوه لداخل ديال الفران فكتجي بلاسة يعني محمرة بزاف و بلاسة لا فهديك البلاسة زوينة بزاف انكم توضعوا فيها الكيك باش كيجي بهاد الشكل هدا وبهاد اللون هدا وكما تشوفوا معايا را كيجي كيك اللي ناجح جدا حجمه مضاعف وكيجي خفيف وكيجيه شيش هنا غادي نقلبوا على الوجه دياله كما تشوفوا معايا را كيجي يعني كيك اللي رائع جدا كيجي خفيف وناجح واللون دياله يعني محمر يعني بكل سهولة ففراندو اتماط كي دير وحد الكيك اللي كتكون زوينة بزاف فقط تبعوا هاد الافكار وهاد الاسرار اللي عطيتكم هنا غادي نقطعوا باش تشوفوا معايا شكل دياله كيفاش كيجي من الداخل را كيجي بحل بحل بونج يعني اسفنجي كيجي مهوي كما تشوفوا معايا كيجي خفيف والديد كذلك وكنصحكم هاداك الياغورت ديال الموز لكيجي رائع فيه يعني حسن من الياغورت ديال الفانيلا وحسن من الكاس ديال الحليب كيجي رائع جدا كنتمنى تجربوه وبالنسبة لكزين فانا شي مرات كنزينها بالكون في تيرو الكوك وشي مرات كنخليها غيرها كارا كيجي من الاد ما يكون كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونكون لبيت الطالب ديالكم ويكون نال اعجابكم وما تبخلوش عليا باللايك تعليق اشتراك نتلقاو في الفيديو الجاي الى اللقاء